في أول محاكمة بقضية جنائية تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه دانت هيئة محلفين هانتر بايدن باتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات هانتر نجل الرئيس جو بايدن أدين بجميع التهم الفيدرالية الثلاث موجهة له واتهم بالكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاح ناريا عام 2018 ما يعد جناية اشتركوا في القناة